كلنا شاهدنا أفلاما مثل فيلم Fast and Furious وفيلم The Transporter التي أثارت إعجابنا بالحركة والسرعة التي تميز مشاهدها وكذب المغامرات التي أخذها الأبطال باستعمال السيارات لكن كثيرا ما نجد أن الواقع يتجاوز الخيال إليكم اليوم خمسة من أشهر السيارات المدرعة في العالم إذا حصل يوم وهجم الزومبيون آكل البشر ستكون هذه السيارة أفضل وسيلة للحفاظ على البقاء لأنها حقا عبارة عن وحش بأربعة عجلات يبلغ طولها ستة أمطار وعلوها متران ونصف أما وزنها فيصل إلى ما يقارب ستة أطنان وقد كان استعمالها محدودا في البداية في المجال العسكري لكن سرعان ما بدأت الشركة المصنعة في بيعها للأثرياء فقط وتتمتع الكونكاست نايت بأذرع قادرة على مقاومة القذائف المدفعية وهي مزودة بكاميرات موصلة بالحاسوب تسمح برصد ومراقبة كل ما يحدث بالخارج كما تمكن من الكشف عن القنابل والألغام التي توجد في الأرض أما إطار عجلاتها فهو مقاوم لأي نوع من الرصاص ويصل سمك الزجاج إلى 6 سنتيمترات وهو مقاوم لأي هجوم كيفما كان وإذا لم يبدو هذا الأمر مذهلا هل تعلم أنها تتوفر في الداخل على أقنعة للأكسجين تمكنك من رؤية ليلية؟ ويمكن أيضا للزبون أن يطلب إضافة أسلحة غازية جهزة للعمل وذلك لكون العلامة التجارية تعمل على إرضاء زبائنها بتحقيق كل ما يشتهون بالطبع لأولئك الذين يستطيعون الدافع تجدر الإشارة هنا إلى أنه تم بيع فقط مئة سيارة من هذا النوع في العالم لذلك من المؤسف أن يتمنى الفرد واحدة مثلها رابعا يتعلق الأمر بشاحنة لمحاربة الشغب إنها أضخم شاحنة مصفحة في العالم ورغم أنه قد تمت صناعتها لمراقبة ومكافحة الشغب إلا أنها تنفع في الظروف الحرجة حيث بإمكانها أن تكون طوق النجاة عند هجوم الزومبي اعذروني فلا أعرف غيرهم إنها مدرعة بالكامل ونوافذها مغطاة بشبابه كحديدية أما من الخارج فتتوفر على خراطم المياه وقذائف الهاون بينما نجد أنها شاسعة للغاية من الداخل المثير أنه بإمكانك الوصول للمحرك من الداخل لذلك إذا حدث عذب في أثناء هجوم الزومبيين يمكن إصلاحه دون الخروج من العرب ثالثا مايبا هيكسليرو المعدلة كليا يتعلق الأمر بدراجة نارية خاصة للاحتماء والهروب من هجوم الزومبي وهي بالتحديد عربة موضيل مايبا هيكسليرو قد تم تحولها إلى آلة حقيقية للقضاء على الزومبيين وتبلغ قوة محركها 700 حصان وقد تم تعديل خلفيتها لتصبح مزوادة بعجلات الدبابة وهو ما يجعلها تقطع أي طريق كيفما كانت حالته هل تعلم أنها مدرعة بالكامل وتتوفر على حواجز للحماية؟ كما أنها مدعمة بأذرع آلية تتوفر في داخلها على أسلحة لإطلاق النار في زاوية 360 درجة فضلا على توفرها على قاذف الصواريخ وبنادق مغروسة في الخارج ثانيا داردز بلاك شارك هذه السيارة هي روسية الأصل وكما نعلم فالروسيون ما هوسون بالعربات وهم أنفسهم من يصفونها بالسيارة الجاسوس يستحسن تسميتها بالآلة القاتلة فسيارة داردز بلاك شارك مزودة بأذرع من المستوى السابع وهو خص بالشخصيات المشهورة والسياسية يطلق عليها أيضا اسم مضادة للتصوير ويرجع الأمر لكون زجاجها كهروميغناطيسي وبالتالي لا أحد يستطع أي رمى بالداخل المثير أن لا أحد يمكنه فتحها عدى مالكها فهي لا تتوفر على مفاتيح بل مزودة بمسح ضوئي خاص بالإبهام وبالنظام البصمات وإذا حاول أحد فتحها بالقوة سيتلقى سعقات كهربائية من البواب وإذا أردت أن تدخل بها الحرب يمكن للشركة أن تزودها برشاشات وأسلحة أخرى في السقف ليتم إطلاقها عن بعد ودون أن تتوقف الصيارة والشيء المثير أكثر هو أن الشركة يمكنها أن تمنحك اختيار تغليفها من الداخل بجلد الثعابين أو التمسيح أو القرش أولا الوحش كاديلاكوان يتعلق الأمر بالليموزين التي كان يتنقل على متنها الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراكوباما والتي يستعملها حاليا دونالد ترامب وهي تسمى بالوحش ليس الأمر اعتباطا فهي مدرعة بالكامل وقدرة على مقاومة أي هجوم مباشر بالقنابل وأي نوع من الرصاص ويقال إنها تقاوم كذلك الدبابات الحربية كما أنها مزودة بمعدات خاصة لمقاومة هجمات كيميائية سواء باستعمال السوائل أو الغازات فضلا عن كونها مزودة بكاميرات ذات رؤية ليلية وقنابل وأسلحة آلية ومدافع غازية وكل ما هو ضروري للتمكن من الفرار طبعا من الزومبي كل النوافذ مغلقة إلى نافذة السائق مما يجعلها غير نافذة ويمكنها أن تغير سرعتها من صفر إلى مائة كيلومتر في أربعة ثوان فقط علاوة على توفرها على الإنترنت وهواتف تعمل عبر الأقمر الاصطناعية وهي متصلة بالبانتاجون كما أنها تحمل أكياس الدم من فاصلة الرئيس في حال تحتاج لها وكل هذا للسفر في هدوء وراحة إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم